السلام عليكم هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن هرمون التستستيرون اولا بيتفرز منين وهل هو موجود عند الرجالة بس وايه هو فايدته في جسم الانسان ولو قل ايه الحاجات او ايه المشاكل اللي بقابلها وان شاء الله هكلمك على خمس حاجات لو عملتهم يزودو لك هرمون التستستيرون في الجسم بطريقة طبيعية معاك دكتور احمد الشايمي دكتور علاق طبيعي ولو انت اقول مرة تشوف نهاية تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة اجحصل على جرس حين ل증 rolls ells سواء فيديوهات قرى، فيديوهات تعلاق طبيعي، Wiederسواء فيديوهات تنزل اولا هرمون التستستيرون هرمون التستستيرون موجود عند الرجالة والستات مش عند الرجالة بس زي ما كتير من الناس متخيلة موجود عند الرجالة بيتفرز عن طريق الخصية وموجود عند الستات بتفرز أحيانا من الغدد وأحيانا من المبيضية طبعا ليه فوايد مهمة وليه أهمية سواء هنا أو هنا عند الرجالة مهمة عن تكوين الكتلة العضلية فبالتالي الستات أو البنات مهما يلعبوا في الجيم صعب يتكون لهم كتلة عضلية صعب يكونوا معضلين ومش عارف هيه طبعا بنشوف ناس كتير بنات حتى أحنا ممكن بنشوفنا عندهم عضلات كبيرة ده نتيجة إن هرمون التستستيرون بيكون زايد عندهم لأن المسؤول الأول عن تكوين العضلات هو هرمون التستستيرون عند الرجالة وبالتالي وجوده عند الستات بيبقى خلل أو حاجة مسؤول عن توزيع الدهون في الجسم مسؤول عن العلاقة الجنسية ما بين الراجل والست طيب لو قال لي هايسبب لي مشاكل كتير منها زيادة الوزن اخد بالك هنا ان زيادة الوزن مش سببها الرئيسي هو الهرمون التستستيرون في اسباب كتير جدا ولكن احيانا هرمون التستستيرون بيكون خلل او نقص فيه هو اللي بيسبب لي زيادة في الوزن ضعف في العظام والعضلات فبتحس ان عضلتك نفسها ضعيفة هتيجي تنقص في الهرمون زيادة على كده كمان او زيادة على زيادة الوزن اللي انا قلتها اول نقطة التتدي عند الرجالة هو ساعة بتلاقي بروز في جزء الصدر بالنسبة للرجالة الطبيعي انه ما يبقاش دلدل او دازل لقدام بشكل مش مقبول بشكل مش كويس هنتكلم برضو باذن الله عن حلقة كاملة عن التسدي وزي نتخلص منه في حلقة دانية منفصلة باذن الله بس خد بالك ان احيانا منكون اسباب التسدي هو نقص في هرمون التستستيرون اهم 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 مشكلة بتواجه الناس ضعف في الانتصاب نقص او نقصان في حجم السائل المنوي وضعف في القدرة الجنسية التلات نقط دول مهمين جدا اسناء العلاقة الزوجية مهمين جدا اسناء يعني عشان الحملة او الكلام ده فنقصهم او لو حصل خلل فيهم ساعات بياخر الانجاب وساعات بيحصل مشكلة فيهم بالاضافة الى تقلب في المزاج فانت ممكن تبقى في مرة فرحان قوي وفي نفس الوقت تقلب مكتاب مرة واحدة ايوا ساعات الهرمونات باطلاق بك برضو عند الرجال طيب ازاي زودهم في الجسم بشكل طبيعي اول واهم نقطة هو خد راحتك او خد كفايتك من النوم عندك سبعة من ست لتمن ساعات في اليوم نامهم ونام بالليل واصحب النهار ما تقلبش نظام نومك خد بالك ان الحاجات دي مهمة والنظام اليوم بتاعك مهم علشان على الاقل تزود اول نقطة فيه تاني حاجة الرياضة والرياضة هنا اهمهم رفع الاسقال رفع الاسقال بتزود هرمون التستستيرون في الجسم بشكل طبيعي خد بالك برضو ان رفع الاسقال هيزود لك الحرق عندك طيب انا استفدت ايه من زيادة الحرق؟ استفدت ان الدهون هتقل وان وجود الدهون في الجسم بيشتغل بالسلبة او بيعمل مشاكل مع هرمون التستستيرون في الجسم فالدهون بتعمل مشاكل مع هرمون التستستيرون فلو قللت الدهون هرمون التستستيرون يبقى المعدل الطبيعي التاعه محصلش في مشكلة خد بالك تالت ان الرياضة بشكل زيادة او بشكل متكرر او بشكل زيادة عن اللزوم ممكن يحصل لك مشاكل بسببها اتكلمنا عن المشاكل اللي ممكن تبغوصلك الضيط اللي كان منها الرياضة بالافراط الزايد او بزيادة عن الجزوم في الرياضة تقدر تشوفها في صندوق الوصف تحت او من الآي لا يطلع هنا تشوفوا بعد الحلقة يعني انا بعد خلاص الحلقة روح تشوفها برضو النقطة دي هاتفيدة الاكل الصحي خاصة البروتينات زي مثلا عندك الاسماك فيها بروتين وفيتامين دال المسؤول عن هرمون التستيرون وتكوينه الحليب والبيض واللحوم والثلاثة بحثوا على بروتينات وكوليستيرول نافع في ناس فهم ان الكوليستيرول دي حاجة كارسة لا فيه كوليستيرول نافع بيبقى موجود في الحاجات دي وما فيهوش خطر برضو الحبوب زي الفاصولية لانها بيبقى تحتوي على الزنك المسؤول عن تكوين هرمون التستيرون طيب انا قلت ان هذا الفيتامين دال في الاسماك طيب ايه المصدر للرئيس الفيتامين دال الشمس تعرض للشمس تعرض للشمس تعرض للشمس الصبح من بعد الشروق كده لحد الساعة سبعة او حاجة ساعة او ساعة ونص من بعد الشروق فانت هتقعد في الحبة الاولانية من نظر الصبح بتقلل القلق وجهد عندك عن طريق انك بتحاول تبقى بارد شغل مراوعة على قلبك كده وما تتعصرش نفسك لان كل ما تتعصب كل ما هرمون الكورتيزول او هرمون الضغط هيزيد عندك وده لو زاد بيشتغل عكسي انا هزود الضغط تقلل لك التستيرون فاخد بارك ان العلاقة الشخصية او المود العام او المتقلب المزاج ممكن يعمل لك مشكلة في علاقتك الزوجية نفسها ممكن يعمل لك مشكلة في نقص هرمون التستيرون نهاية هرمون التستيرون من اهم الهرمونات هو هرمون الذكورة زي ما بيقولوا هو اهم حاجة عندك انت اصلا بتميزك في حاجات كتير جدا خد بالك ان لازم على الاقل تخفز على المعدة للطبيعي بتاعه علشان ما يحصل لكش مشكلة ويا ريت لو بتعمل شير للفيديو ده بينك ونصحابك عشان الناس تفهم او الرجال عموما تفهم ازاي تزود النقطة دي عندهم نساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو وصلت لحد هنا وبس كده سلام عليكم